إلا أنا عايز نمشي فيه النهاردة بمنهجية شوية إحنا حياتنا كمسلمين مبنية على إيه؟ على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزبوط؟ نعم يعني القرآن يعتبر منهج صح؟ صح دستور؟ صح حياة؟ حياة فعلا صح؟ هو حياتنا فعلا طيب لما تسمع أنت أن المولى عز وجل قال للرسول ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء جميل واحد هل يبقى في حاجة تحصل للناس من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة ما يذكرهاش الكتاب؟ لا لأنه ذكر كلية تبيانا لكل شيء لكل شيء تمام موضوع المس هتهولي من القرآن أعجيب لحضرتك أنت تمثل اليوم الناس ما نسمعه وما يقعه حضرتك قلت لي أولي اللي بيتقال ما تتدخلش بالضبط أنا حقول لحضرتك بفضل ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين أكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم الآية إلى آخرها ماشي فالمسه ذكره في القرآن آه الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن أكل الرب ولا عن المس لا كاري الآية دي بتتكلم عن إيه؟ عن أكل الرب ولا عن المس لا لا عن أكل الرب طيب أنت فهم الآية؟ بفهم مي أقول لك بفهم برضو المفهومة آه يعني أنت تدعي لنك فهمها آه ممكن تشرح عليه حاضر آه الآية بتقول أيوة وبتوصف حال آكل الربا يوم من قيام الله يفتحها ليك كيف يقوم؟ أنا أقول لحضرتك فهمي آه هو ده صح؟ أخذوا بقى الشاهد لا استنى بس أتفضل خلينا في الآية الآية أيوة أنت كده فهمها؟ تمام المولى عز وجل بيوصف حال آكل الربا يوم القيامة ساعة يقوم من قبره صح؟ صح وضرب مثال بإيه؟ ده الشاهد دكتور كويس أنا معليش عشان أنا مش فاهم يعني شرح لي كأنني مش فاهم حاجة أتفضل لا يقوم إلا كما يقوم لا يقوم لا يقومون أيوة إلا كما يقوم أيوة الشاهد بتاعنا هنا في مسألة المس كما يقوم من؟ أيوة الذي يتخبطه الشيطان من المس حل ومنحنا أخذين الجملة الاعتراضية اللي هي في النص دي أيوة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس آه وقلنا هو ده المس ده فهمي طيب وفهم الشارع حلوة المس المس سابق ولا لاحق؟ لاحق في المثال لا سابق؟ طبعا كالذي يتخبطه الشيطان من المس آه لا سابق سابق فعلياً ربنا ضرب باللي إحنا بنشوفه خد بالك أيوة الشيطان بيتخبط الرجل ده لأنه مجنون الشيطان بيتخبطه لأنه مجنون لسه شوي اعمل كده ما هعمل والله أنا معك للآخر لا يقومون إلا كما يقوم مين بقى الذي يتخبطه لماذا تخبطه الشيطان؟ لأنه ممسوس لأنه مجنون الله يا دكتور هو لو عائل ما يتخبطوش الشيطان الله يبقى المث اللي إحنا عايزين نلحق نلزقه بالشيطان هو في الراجل أصلاً أيوة تاني اقرى الآية تاني لا أحسنت والله اقرى الآية تاني إن الذين أكلون الربا لا يقومون امشي معي بالراحة نعم إن الذين يأكلون الرب يأكلون دعيب فيهم هم أيوة خلاص؟ أيوة ساعة يقومون يعني لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أصلاً ممسوس اقلبها بقى ممكن نقلبها؟ مظبور إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله الله تاني انت كده عايز تعمل مشكلة كبيرة كمان؟ انت خد بالها حياتك الوقت إنك بتنفي بتنفي ايه؟ بتنكر موضوع المسوس أنا ما أنكرتش وراك اللي أنا اتكلمت أنا بشرح الآية مش انت اللي شرحتها؟ اهو دلوقتي المثال ده مضروب من المولى عز وجل خد بالك اللي بيدرب المثال الحق تبارك وتعالي نعم بيشبهلك اللي كان الربا وده يعتبر سوء سلوك بايه بقى دكتور؟ ايوة هي ده اه استنى بقى الإنسان ساعة خلقه الله تبارك وتعالى متمثلا فيه آدم وحواء بدأ الصراع بينه وبين إبليس من فجر الخلق أو من بداية الخلق تمام؟ الشيطان من الذي خلقه؟ الله سبحانه الحق تبارك وتعالى على مراده فيه التعبير اللي هو قاله لو احنا صحنا له هنفهم الحدوتة من ألف إلى الياء أشهر آية في الإغواء قَالَ فَبِيمَا أَغْوَيْتَنِي حل؟ سمعني كده قَالَ فَبِيمَا أَغْوَيْتَنِي لا أمسهم؟ لا اسبر علي لا ألبسهم؟ ألبسهم؟ لا أسحرهم؟ طب هلق بقى؟ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ هيوة قَالَ أنا مش هشرح النهاردة خالص بس أنا هلفت نظرك إن إحنا فاق إن إحنا يعني دخل علينا الوهم البشري في حاجة بتريحنا صح اللي إنت قلت عليها الحلوة اللي ما تجوزتش دي تبقى وحشة ولا مصحورة؟ أنهي أشيك لا مصحورة برد يعني ولد بنبعث ويشتغل خلينا عشان ندرب كود الأمثلة اللي بيحصل يقول لك بروح اشتغل وارجع مفيش شغل ما باشتغلش يقعد يومين في العملاء في الشغلانة دي ويترفد ويقعد إنت لو ما كان الولد ده صح صح لي قوي يتقال عليك خايم ولا مصحور أحسن بكتير طب طب خايم خايم بقال عفك إنتا؟ لا مصحور ليه كويس جدا بس هو السحر يعني إنت كويس قوي أنا كويس قوي بس ربنا ينتقل منهم بقى صح؟ يبقى لازم كان يرفع القلم عن المصحور لو الكلام ده صح والله صح يا دكتور يعني أصبح اللي هو المصحورة ديه ولا المصحور مش بييده في الحديث الصحيح والحديث فيه كلام في الروايات وأنا مش عايز أشرح النهار ده بس أنا يعني أشهر حديث في رفع القلم قال إيه؟ رفع القلم حديث إذا عايش رفع القلم النائم والمجنون الصبي النائم المجنون أو المعتوه فين المصحور؟ كان قال المصحور صح؟ لو ما قالش المصحور والمصحور ده واقع يبقى ربنا ظلم كده صح؟ حشاه؟ لأنه مش واقع مش بيقرد؟ أنا مصحور النهار ده أنا يعني أنا دلوقتي الساحر سحرني فأنا بقيت متكتف أنا عايز أتجوز بس هو ما نعني أنا ليه زم؟ لا والله شفت حد غامر في قضية جنائية وقال ده الرجل ده أتل لأنه مصحور؟ لا طب إيه رأيك تعاني أعملها؟ فرض جدلي واحد أتل أنت أتلت الرجل ده ليه؟ أنا والله ما حسيت ما عرفش أنت بتجيب منها يا دكتور محمد خلينا نمشي واحد واحد بس إيه أتلته ليه؟ ده أنا والله كنت بحب محمول لعمل بس كارات بس أنا محمول لعمل أكريت ها؟ حد غامر قدام محكمة جنائية وقال لا مش مسبوقة فيها لما حصلتش ليه؟ عارف ليه؟ لأن المشرع الجنائي كان واعي لأن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى ما قلهاش فقال لك لو قلتها الولد حياخد الإعدام برضو فبنكلم بقى في الموضوع لكنه ما حدش يقدر يغامر بيها